السلام عليكم ازايكوglون نهي, ربطكنوا بخير في هذا الفيديو هنتكلم على مكونات الدم الدم هو عبارة عن سائل بيتطفق داخل الاوعية الدموية بلوتا فيزلز بيتكاوم من اربع مكونات كورات الدم الحامرة الصفؤح الدموية ولازملة اللي هي السائل العصفر كورات الدم الحامرة بتمثل حوالي من 40 ل45 مكونات الدم شكلها دائري مقاعر من الوضع و їхكو量 هنا عشان تتحرك بسهولة داخل الأوعية الدموية مش بتحتوي على نواة والمنبرين بتاعها الغشاء بيحتوي على بروتين ولا بد بيتم تصنعها في البون مارو في نخاء العظام وبتوعد حوالي 7 تيام لحد ما تكون نطقة وعمرها 3 شهور أي 120 يوم وبعد كده بتتكسر وبتكون البلوروبن الصفرة اللي بتخرج عن طريق اللي ستول كرات الدم الحمرة بتحتوي على الهوموغلوبين والهوموغلوبين ده عبارة عن بروتين هو ولا بيدي كرات الدم الحمرة لونه الأحمر الهوموغلوبين بيحمل الاكسوجين من الرئتين ويوديه للخلاية عشان خلاية تستخدمه في إنتاج الطاقة ويحمل سن وصد الكربون من الخلاية يودي الرئتين عشان الجسم يتخلص منه النور مارينج بتاع كرات الدم الحمرة في الفيميل من 4-35 لـ 5-65 مليون خلاية لكل مايكرو لتر دم أما في الميل من 3-92% لحد 5-13 مليون خلاية لكل مايكرو لتر دم لو حصل نقص في قرات الدم الحمرة هتسبب الأنيميا لأن نقص قرات الدم الحمرة هيسبب نقص في الهوموغلوبين اللي بيحمل الاكسوجين ويوديه للخلاية لإنتاج الطاقة فهيسبب الدخة والتعب والإرهاق قرات الدم الحمرة بتزيد في حالات التمارين وممارسة الرياضة لو قرات الدم الحمرة زادت على المعدلة طبيعة زيادة كبيرة هتسبب في حدوث الجلطات والسكتات الألبية تاني حاجة كرات الدم البيضة الويت بلات سيلز او تسمى اليوكو سايتس بتمثل حوالي 1% من مكونات الدم شكلها دائري وحجمها اكبر من كرات الدم الحمر لونها ابيض او شفاف وتحتوي على نوايا بيتم انتاجها جزء منها في البون مارو في نخاء العظام والباقي بيتم انتاجه في اللينفتيش واللزبلين بتعيش حوالي من 5 ال 21 يوم كرات الدم البيضة هي عبارة عن جزء من الجهاز المناع الاميون سيستم فبتساعد الجسم في مهاجمة الامراض والتخلص من الاجسام الغريبة اللي دخلت الجسم كرات الدم البيضة مش بس موجودة داخل الاوعية الدموية البلاد فيزلز زي كرات الدم الحمراء لكن كمان بتتحرق للانسجة المختلفة عشان تهاجم اي انفيكشن موجود في الجسم كرات الدم البيضة عبارة عن 5 انواع النيوتروفيل الازينوفيل البازوفيل المونوسايتس والليمفوسايتس النورمال رينج بتاع كرات الدم البيضة من 4000.5 لحد 11000 لكل مايكرو لتر دم كرات الدم البيضة لو زادت عن المعدل الطبيعي معناها ان في انفيكشن موجود في الجسم ثلاث حاجة صفائح الدموية البلاد لتس او تسمى السنونبوسايتس تمثل حوالي 1% من مقونات الدم حجمها صغير وعدمة اللون ولا تحتوي على نواع بيتم تصنعها في نخاء العظام في البون مارو مسؤولة عن تكوين الجلطة ووقف النزيف النورمال رينج المعدل الطبيعي بتاعها من 150 450 000 لكل مايكرو لتر دم او حصل نقص عن المعدل الطبيعي السنونبوسايتوبينيا معناها ان المريض هياخد وقت اطول على ما يتوقف النزيف اما لو حصل ارتفاع عن المعدل الطبيعي السنونبوسايتسيميا معناها ان الجسم هيكون اقصر عرضة لحدوث القلطات رابح حاجة البلازمة وبتمثل حوالي 55% من مقونات الدم هو عبارة عن سهل اصفر بتزبح فيه قرات الدم الحمر والبيضة والصفاحة الدموية البلازمة بتتكاوم من 91% مية و7% بروتينات زي القلبيومين وجلوبيولين وعمل التغلط زي الفيبرينوجين والبروسرومبيين وتحتوي على 1% املاح ومعادن وفيتامينات وظيفة البلازمة انها بتحتوي على عوامل تغلط بتساعد الصفاحة الدموية في عملية وقف النزيف وكمان بتحافظ على درجة حرارة الجسم لانها بتحتوي على 91% مية وبتحافظ على الضغط الاسموزي لانها بتحتوي على بروتين الالبيومين اللي بيمنح خروج السوايا لبرى لوعية الدموية وكمان بتلقل المواد العدوية والمواد الغارة العدوية والهرمونات والانزيمات اللازمة في عملية الميتابوليزم وينتاج الطاقة وبكده نكون خلصنا مقونات الدم لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة